نروح ليه النادي الاهلي ونادي الاهلي فاز النهاردة على اسوان في مباراة والدية اتنين واحد في تاني مباراة ياخدها الفريق الاحمر تحت قائد مرسيل كولر المدير الفني الجديد النادي الاهلي بعد الفوص طبعا على بيترو جيت خمسة واحد اسوان بدأ بالتسجيل في الديئة وعبر احمد خالد في الشوت الاول وبعد كده تعادل طائر محمد طائر الاهلي واضاف حسام حسن الهدف الثاني دي نتيجة المباراة هلوكم شوية بقى تفاصيل فنية من المباراة اللي احنا ما شفناش بس من شاهد عيان في الجوة المباراة يعني فيه شوية تفاصيل كده النادي الاهلي لعب النهاردة المباراة بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد كولر واضح جدا انه بيستخدم اللاعب رقم عشرة انه يزوده كمهاجم ثاني فتتحول الطريقة في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان الى اربعة اربعة اتنين يعني مهاجم وصالع لعب تحته او جنبه لو رقم عشرة فده كان الشكل النهاردة النادي الاهلي بيستحوز كتير مع كولر يعني هو واضح انه مدرب بيحب الاستحواز بيحب مرر كرات كثيرة جدا في وسط الملعب بيحب يلعب من العمق وبيحب يلعب من الاجناب وعنده تنوى يعني النهاردة النادي الاهلي كان عنده مشكلة كبيرة جدا في العمق عشان كان الناحية التانية اسوان مقفل بشكل كويس جدا فبدأ يشتغل كتير في الشوت التاني على العرضيات او الكرات الخلف الباكات باكات الاسوان الباك رايت والباك ليفت كان بيلعب كرات من خلفهم النهاردة كمان حسام حسن تقلق بشكل كبير حسين الشحات كمان تقلق في المباراة بشكل كبير من الحاجات المهمة جدا ان برونو سافيو لعب في هذه المواجهة ما ظهرش بشكل كبير في اول مباراة لي مع النادي الاهلي يمكن عشان هو كان بيلعب النهاردة رقم عشرة وكان اسوان مقفل كتير جدا من العمق وممكن تبقى مواجهة أولى فطبيعي ما يقدمش مستوى كبير ولكن اكيد هو لعب موهبة وموهبة مهمة جدا